مشاهدين أسعدتم مساء ملخص للأحوال الجوية المتوقعة تراجع حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة نهارها هذا اليوم والتي أدت إلى بعض الهطولات المختلفة في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا نتوقع أن يكون طقس شديد البرودي يستمر بشكل واضح وأيضا هناك منخفض جوي جديد يوم الأربعاء مصحوب بكتلة هوائية باردة أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري وعلى صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية وأيضا على ارتفاعات مختلفة تغطي المملكة ومنطقة شرق البحر المتوسط مثل هذه الغيوم أدت إلى صفطولات مختلفة في أماكن مختلفة نهارا هذا اليوم أما المنخفض الجوي الذي ستتأثر به المملكة اعتبارا يوم الأربعاء ويستمر تأثيره يوم الأربعاء والخميس وحتى مساء يوم الجمعة هذا المنخفض الجوي مصنف من الدرجة الثالثة أي تأثيره يكون شدته ما بين متوسط إلى عالي الشدة وكمية الأمطار المتوقعة تكون ما بين 20 إلى 50 مليمتر وسرعة الرياح راح تكون ما بين 60 إلى 80 كيلومتر الهبات خاصة في المناطق المفتوحة قد تصل إلى حوالي 80 أو ما بين 60 إلى 80 كيلومتر وتقريبا يؤثر على معظم مناطق المملكة خاصة الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية ودرجات الحرارة منخفضة بشكل واضح راح تكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 0 إلى 6 درجات مئوية أيضا نتوقع أنه تتساقط الثلوج يومي الخميس وليلة الخميس على الجمعة أيضا فوق المرتفعات اللي بزيد ارتفاعها تقريبا عن 1000 متر عن مستوى سطح البحر والمناطق التي سيتم فيها الهطول أو التي تمثل الهطول بنلاحظ وجود كميات من الهطولات مختلفة أدت نهار هذا اليوم إلى هطولات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة لكن يوم التلاثاء تتراجع فرص الهطول تدريجيا لكن مساء يوم الأربعاء تتجدد بإذن الله أما الخرارة التي تمثل درجات الحرارة فأنا لاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية باردة وشديدة البرودة يكون تأثير هذه الكتلة واضحا يوم الأربعاء حيث تسيطر الكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبة المصاحبة للمنقفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة يوم الأربعاء يشتد تأثير هذه الكتلة ليلة الأربعاء على الخميس والخميس تسيطر الكتلة الهوائية الباردة يومي الخميس والجمعة بحيث تصبح الأجواء شديدة البرودة وأيضا تحدث هطولات مختلفة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء شديدة البرودة أيضا ما بين صافية إلى غائمة جزئيا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 2 درجة مئوي والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غدين الثلاثة انخفاض قليل على درجة الحرارة أجواء باردة بالنهار أجواء غائمة جزئيا العظمى 9 درجات أقل من المعدل ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية والصغرى بحدود أجواء شديدة البرودة للحرارة بحدود 3 درجات أيضا نتوقع أن الليلة على صباح الغد يحدث بعض الإنجمادات وبعض السقية وأيضا ليلة الثلاثة على الأربعاء بتكون شديدة البرودة قد يحدث بعض السقية وبعض الإنجمادات خاصة في مناطق البادية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية العالية يوم الأربعاء حيث بداية تأثرنا بالمنخفض الجوي والمصحوب بكتلة هوائية باردة يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة تبدأ الأمطار بالسقوط في المناطق الشمالية تمتد بعض الظهر لتشمل تقريبا معظم المناطق وفي المساء والليل يشتد هطول الأمطار وتنخفض درجات الحرارة أكثر لتصبح الأجواء شديدة البرودة العظمى المتوقع يوم الأربعاء سبعة والصغرى أربع درجات يوم الخميس تسيطر الكتلة الهوائية الباردة من أصل قطوي أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة وأيضا تتساقط الثلوج على قمم المرتفعات الجبلية وكثير من المناطق تكون الأمطار ممزوجة بالثلوج الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة من المملكة غدا في هناك فرصة لبعض الأمطار خاصة في المناطق الشمالية من المملكة أجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة أقصى شمال المملكة في فرصة لهطول بعض الأمطار المتفرقة أو زخات متفرقة من المطر العظمى في إربد 12 والصغرى 5 عجلون العظمى 12 والصغرى 4 جرش غائم جزء العظمى 12 والصغرى 4 المفرق 11 إلى 4 درجات مئوية المناطق الوسطى في غائمة جزئيا وباردة أيضا في البلقاء 9 إلى 3 مأدبة 10 إلى 3 عمان 9 إلى 3 والبحر البيت 18 إلى 12 والزرقاء 12 إلى 4 درجات مئوية المناطق الجنوبية غائمة جزئيا أيضا باردة الكرك 9 إلى 3 الطفيل 12 إلى 3 الشراح 10 إلى 0 هنا ممكن يحدث إنجماد خاصة في هذه الليلة ولأن الحرارة توصل إلى درجة التجمد العقبة 20 إلى 10 ومعان 14 إلى 2 درجة مئوية المناطق البادية والسهول الشرقية أيضا أجواء مغبرة ودرجات حرارة باردة باردة بالليل الصفاوي 14 أربعة والأزرق 15 أربعة والرويشد 15 إلى 6 درجات مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع السلامة ولكم تحية طيبة من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة